الاهلي والزمالك هلتقيا في السبع مساء الخميس إن شاء الله على صالة النادي الاهلي بالجزيرة في نهاية بطولة كأس الكهوس الأفريقية لكرة اليد مقامة في النادي الاهلي النادي الزمالك كان وصل للنهاية بعد الفوز على فريق سبورتينج في الدور قبل النهاية 25-24 والاهلي كان تأهل بعد الفوز على فريق رجاء غدير المغربي من نتيجة 36-23 الزمالك كان عنده مباراة على الاهلي كانت مباراةه أسهل شوية لكن المنافسة دائما بين الاهلي والزمالك في كرة اليد هي منافسة محتدمة ومحتدمة وما تقدرش أبدا تتوقع من الفائز في هذه البطولة خلالنا نشوفه نستمتع بهذه المواجهة العظيمة في كرة اليد غدا بين الاهلي والزمالك